أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القائمة المبدئية لأسماء من تقدمه بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية عشرين أربع وعشر وضمت القائمة كل من المرشح عبد الفتاح أسيسي الذي قدم أربعمائة وأربعين وعشرين تسكية من أعضاء مجلس النواب إلى جانب مليون ومائة وثلاثين ألفا ومائة وخمسة نماذك تأييد من المواطنين بمختلف المحافظات والمرشح فريد زهران الذي قدم ثلاثين تسكية نيابية والمرشح عبد السند يمامة الذي قدم سبع وعشرين تسكية نيابية والمرشح حازم عمر الذي قدم ستا واربعين تسكية نيابية بالإضافة إلى ثمانين وستين ألف وواحد وسبعين نموذج تأييد